سامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة وخاصة محور الفريق كمال عمر الذي يعد شريانا جديدا داخل محافظة الجيزة كما تفقد الرئيس السيسي محور أحمد عربي الذي تم ربطه بالطريق الدائري ومحور الفريق كمال عمر ليكون بذلك محورا بديلا يحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرقا محورية جديدة تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة بداخل المحافظة وربطها بالمحافظات المجاورة وذلك في إطار المخطط القومي للمحاور والطرق على امتداد جميع محافظات الجمهورية مما يساعد على سرعة وزيادة معدل التنمية الأقصادية وفق استراتيجية التنمية المستدامة في الدولة أعقد النائب العام المستشار حمد الصاوي لقاء ثنائيا مع نظره القاضي يوسف زيابات رئيس النيابة العامة لدى الأردن وتضمن اللقاء أرض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستويات القضائية حيث أبنى النائب العام استعدد النيابة العامة لاستقبال الأشقاء من أعضاء النيابة العامة الأردنية والقضاء بمعهد البحوث الجنائية وتدريب بالقاهرة وذلك لعقد دورات تدريبية لهم في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حرصا على نقل الخبرات وتبادلها ومن جانبه رحب الجانب الأردني بضرورة عقد دورات تدريبية خاصة في الموضوعات التي تستحوز على الاهتمام في الفترة الأخيرة كالجرائم الألكترونية قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن التحالف الدعم لأوكرانيا يزداد صلابة منذ أول يوم منذ بدء العملية العسكرية الروسية وضف بلينكين أن المساعدات العسكرية تستمر في التضفق على أوكرانيا وفق ما تحتاجه لافتا إلى أنه تم إرسال عدد كبير من دبابات برادلي وأن دولا أخرى داعمة لأوكرانيا فعلت الشيء نفسه قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزينكوف أنه أجرى نقاشا صريحا مع نظره الألماني بوريس بستورايوس وذلك بشأن تزويد بلاده بدبابات ليوبارد الألمانية مضيفا أن المحادثات ستستمر وأتاتي تصريحات ريزينكوف بعد أن حضر اجتماعا لوزراء بفاحل في النيتو في ألمانيا هذا ولم يتوافق حلفاء أوكرانيا على تسليم الدبابات إلى كييف ويشترط موافقة ألمانيا التي تصنع دبابات ليوبارد على أي نقل للدبابات إلى دول أخرى لقي ما لا يقل عن 28 شخصا حتفهم في انهيار جالدي في مدينة ننغنشي في منطقة التبت جنوب غربي الصين وذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية شنخوا أن عمليات الإنقاذ في مكان الحادث انتهت وقال مسؤول حكومي محلي إنه تم العثور على 53 ناجيا خمسة منهم أصيب بجروح خطيرة تبدأ باكستان في موارس المقبل استيراد النفط والغاز من روسيا بشروط تضمن منفع اقتصادية متبادلة لكل الطرفين وأكد بيان باكستاني روسي مشترك أن الطرفين اتفق على أنه بمجرد التواصل إلى توافق حول المواصفات الفنية ستتم هيكلة تبادلات النفط والغاز بطريقة تستمد منها الدولتان منفع اقتصادية متبادلة وأضف البيان أن هذه العملية ستستكمل في مارس المقبل بعد اجتماع سنوي للتعاون التجاري والاقتصادي في إسلامباد ختم مجزء الثامنة فاصل ونود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر